السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على خناة وصفة نت نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في تمام صحة والعافية في احسن الاحوال قبل ان نبدو نشكركم على كل تعليقاتكم ودعواتكم اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة تحضير كبكيك القارورة او لكبكيك في القرعة سهل جدا كيتحضر لنا بسرعة بيضتين فقط نحصل على 12 قطعة كيهنينا من الاواني ومن كطرة الاواني نتمنى تجربوه بهذا المقادر اللي عطيتكم راهو ناجح مئة بالمئة وغاد يعجبكم وغاد شوفوا معي النتيجة كيفاش كيجيرها كيجي ممتاز وهش ورائع على بركتي الله اولا كنجيبوا القوالب الخاصة بالكبكيك كنعملوا فيهم هاد الورق اذا ما عندكمش هاد القالب دي الكبكيك كتعملوا ذاك الورق اللي كيكون غليض راه كيتباع عند بعض لوازم الحلويات من بعد على بركتي الله كنديروا قبصة من الملح في قارورة سواء زجاجية او لا قارورة بلاستيك المهم يكون الفم دي الكبير هكا من بعد كنحتاجوا نصف كاس من السكر كاس اللي كناخدو به القياسات هو كاس بقياس 150 ميلي لتر عندنا كيس سكر بنكهة الفانيلا من وزن سبعة غرامة ونصف كنضيفوها على السكر والقبصة دي الملح من بعد كنحتاجوا البيضتان اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ باش كنحصلوا على كبكيك اللي كيكونوا مرتافعين وناجحين على بركتي الله كنوضعوا البيضة على السكر البيضة الاولى ثم كنوضعوا كذلك البيضة التانية هنايا كنبدو هكا بالسوائل باش من بعد يجينا سهل في الخلط من بعد على بركتي الله كنجيو هنايا كنغلقوا القارورة بالغيطاء ديالها ضروري تكون القارورة عند غيطاء وتكون كبيرة بعد شي وكنحركوا البيض مع السكر حتى كنساجموا راهم كنساجموا بكل سهولة بعد ما نساجموا لينا بهذا الشكل يعني كتوقفوا التحرك كيبانوا لكم راهم نساجموا مع بعض كنجيو الان على بركتي الله الكأس نفسه اللي خدينا به القياسات ديال السكر كناخدو به القياسات ديال الزيت كنعملو نصف كأس من الزيت كنضيفوه كذلك الخالط من بعد نفس الكأس خديت به قياسات ديال الحليب اللي هو كاس من الحليب ما يعادل 150 ميليليتر ثم كنحتاجوا الملعقة صغيرة من الخل الخل كيساعد هاد الكابكيك باش يجيونا من تفخين ويجيوه شاش وارطبين وناجحين من بعد على بركتي الله كنحتاجوا للناشا ملعقتين كبار يكونوا بهذا الشكل كما غادي تلاحظوا معي يعني يكونوا عامرين او لم تلقين بهذا الشكل ضروري غادي نضيفوهم كذلك الخالط في هاد المرحلة بغيتو تحركو يستحسن تحركو نشبو حدو ما بغيتوش يعني ضيفو لي كأس من دقيق ما يعادي بعد ما الضفنشا الان غا نحتاجوا كيس من خميرة الحلوية بيكين باودر من وزن 8 غرام وكيس كاكاو من وزن 7 غرام اي ملعقة كبيرة كنجيبو الان نصف كأس اخر من دقيق يعني في المجموع كنحتاجوا الكأس ونصف اي 150 غرام من دقيق كنضيفو لي الخميرة دي الحلويات وكنضيفو لي الكاكاو وكنحركو الخميرة مع دقيق او لا هادك القليل من دقيق اللي ضفنا باش كاتعطينا الخميرة المفعول ديالها اكتر وكنضيفوها كاب وحد الغربال في وسط هاد القنينة ومن بعد غادي نضيف الدقيق اللي تبقى ليه في الكأس راه كأس ونصف المجموع وكن سواء هنا يبغيتو يتحركو شوية بالملعقة ما بغيتوش راه كتحركو مباشرة بالقارورة انا غادي نحرك هنا غير قليلا بالملعقة باش غادي نهبضك الدقيق اللي لاسق في الجوانب ومن بعد على بركتي الله غادي نغلقو القارورة وكنحركو هكا بالنسبة لطريقة ديال تحركو في جميع الجوانب يعني الطريقة العادية وراني سبق شاركت معكم طريقة ديال بغير في القارورة كذلك راه ناجح مية بالمية مهم كتبقى وتحركوك ودائما كما كتلاحظو راه بدينا بالسوائل باش ما يلتس إلا بديتو بالدقيق وضفتو السوائل ما غاديش يبغيو ينساجمو لذلك نبدو بالسوائل والدقيق راه نحق كما لحتو معايا راه قسمتو إلى قسمين يعني ما تنظفوش دفعة واحدة الآن على بركتي الله بعد ما حركتو يعني راه غير من القارورة كيبال لكم راه محرك ها هو جاهز والآن على بركتي الله كنرجعوا القوالب ديالنا اللي عملنا فيهم هاد الورق وكنفرغوا فيهم الخليط هنايا كتفرغوا لنصف ديالهم فقط ما تملؤوهم ش إلا ملؤتوهم راه غادي نتافخوا وغادي ايه فيضو لكم من هاد القوالب أو لا هاد الكواعد كما كنقولو لهم ديال اللي كابكين لذلك كنملؤو غير نصف وانا غادي نعطيكم السير باش يجيكم من تافخين رغم وانا هم غير بزوج بيضات وبمكونات قليلة اذا الهنايا الكمية اللي تبقاتها كالاسقة في القارورة كنزولوها بواحد الملعقة على هاد الشكل والآن كنجيبو السكر السكر الخاشين كنوضعوه للوجه ديالهم كيعطينا واحد القرمش رائع في الوجه كذلك كيعطينا واحد اللمعة فيهم يعني كيجيو صراحة رائعين بهذا السكر كي من الاعلى ديالهم كيجيو مقرمشين ومن داخله الشاش الآن كنجيبو الشوكولاتة في غميستان وغادي نوضعوه كذلك على الوجه هذا كتوضعوه مغرع للوجه ما كتحركوهم موالو باش يبقوا دائما في الوجه وكذلك هاد الشوكولاتة راها كتدوب وكتعطينا واحد القرمشة مع السكر فعلا كيجيو اياه سلام الآن راها الفرن ساخن من قبل جدا 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 غادي ندخلوهم وغادي نعملو النار من الاسفل حتى كتحمروه ومن بعد كنعملو النار من الاعلى باش يتحمرو من الفوق درجة الحرارة مية وسبعين درجة مئوية السرد في الانتفاخ ديالهم هو الفرن يكون ساخن من قبل جيدا 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 ومن بعد ها هما كما لحتوا معايا هما بعد ما انجوا شوفوا ما شاء الله راهم انتافخوا يعني رغم اننا كنوضعو غير نص ديال القلب لكن ما شاء الله كيجوا منتافخينوا رائعين وها هما بعد ما خرجتهم را هنا مازالين ساخنين كما كشتوت كيفاش كيجي الوجه ديالهم كيجي فيهم ديك اللمعة ودك القرمشة رغم ان هنا يتصوير معطاهم شو موفاهم شو الحق ديالهم راهم فعلا كيجيوا رائعين 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 لا شكلا ولا مداقا والاهم انهم اقتصاديين ودك الشوكولاتة ودك السكر اللي في الاعلى كيدفع ليهم واحد المداق واحد القرمشة واحد اللتة كيجيوا من قرمشين من الخارج ومن الداخل راهم كيجيوا هشاش وارطبين راني غادي نفتح معاكم الان واحدة بشتشوفوا معايا شكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل على بركة الله هنا مازالة ساخنة اه هنا يا را كان يعني كان قيسها باليد ديالي وكتحرقني اه يعني خليوتوا محتة برد انا غير بغيت نوريكم شكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل شوفوا راها تتصاعد منا البخار راهم فعلا كيجيوا رائعين وكيجيوا رطبين وكيجيوا هشاش اه جربوهم غادي نلو اعجابكم مية في المية وغادي نلو اعجاب الوليدات ديالكم والاهم راهم سهلين وكنحضروهم في القارورة مكي مكي وصخوش لنا الاواني كنت منا فيديو اليومين لاعجابكم دائما ما تبخلوش عليها بتعليقاتكم ما تبخلوش عليها بآرائكم كذلك انتقاداتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم